بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة المائدة الدرس الرابع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تهينا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى رداً على اليهود والنصارى في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق أنتم بشر ممن خلق لا تختصون دون البشر بشيء فمن أطاع الله منكم أو من غيركم فإن الله يكرمه ومن عصى الله فإن الله يعذبه ويهينه وليس لكم خاصية كما تقول اليهود نحن شعب الله المختار وكما تقول النصارى واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه كل هذه دعاوة باطلة فالله ليس بينه وبين أحد نسباً وإنما هي الأعمال إن كانت صالحة نال بها الثواب وإن كانت سيئة نال بها العقاب ولا يظلم ربك أحداً بل أنتم بشر ممن خلق ثم قال جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الأمر الراجع إليه سبحانه وتعالى كله ومن ذلك العذاب والمغفرة كلها بيده سبحانه وتعالى ولا أحد يفرض على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له أو أن يكرمه بل هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض عمم الملكية السماوات والأرض وما فيهما من البشر ومن جملة ذلك اليهود والنصارى فهم من خلق الله ومن عباد الله لا ميزة لهم إلا بالعمل الصالح والطاعة والإيمان برسله ملك السماوات والأرض وما بينهما بين السماء والأرض من المخلوقات كلها ملك لله سبحانه وتعالى يتصره فيها بما يشاء ويريد حسب حكمته سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وإليه المصير أي المرجع والمرد يوم القيامة فيجازي كلا بعمله ومن ذلك اليهود والنصارى فإنهم سيرجعون إلى الله ويجازيهم بأعمالهم فلا يضيعوا من أعمالهم شيء وأقوالهم فهذه الأقوال التي تصدر منهم وهذه التصرفات الجائرة التي تصدر منهم في كل وقت هذه محصات عليهم ومصيرهم إلى الله جل وعلا لا مفر لهم وسيلقون جزاء ما صنعت أيديهم ثم قال جل وعلا مخاطبا أهل الكتاب مرة ثانية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل أي بعد طول زمان بعد طول زمان عن آخر الرسل وهو عيسى عليه السلام فبين موسى فبين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام بينهما فترة وهي زمان طويل قيل إنها ستمائة سنة أو أقل أو ما هو حوالي ذلك فترة طويلة اندرست فيها آثار الرسالات وانتشر الكفر والظلال في الأرض والظلم والطغيان فرحم الله الخلق وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة وحاجة بالبشرية البشرية حاجة بالبشرية إلى بعثة رسول يردهم إلى الحق وإلى الصواب ويرفع عنهم الظلم فكان ذلك في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكانت البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في جهالة جهلة وضلالة عمية وانطماس وانطماس في الرؤية واندراس للسبل وانقطاع للوحي فترة طويلة فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة من الله لأهل الأرض يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أي الله جل وعلا أرسل هذا الرسول في هذه في هذه الحقبة الزمنية المناسبة لبعثته صلى الله عليه وسلم قطعا لحجتهم على الله أن يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا من بشير يدل على الخير ولا نذير ينذرنا من الشر فنحن معذورون الله جل وعلا قطع هذه الحجة وهذه المعذرة بقوله فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم بشير لمن أطاعه في الجنة والسعادة ونذير لمن عصاه بالعذاب والشقاء ثم قال جل وعلا والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فهو قادر على تعذيب من عصاه وقادر على رحمة من أطاعه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وهو قادر على أن يبعث رسولا يهدي البشرية بعد ضلالها كل ذلك راجع إلى قدرته ورحمته سبحانه وتعالى فقد جاءكم بشير ونذير أقام الحجة عليهم قطع معذرتهم وأبطل حجتهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عموم قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى ففي هذه الآية إبطال لحجة من يدعي العذر بالجهل التي كثيرا ما نسمعها الآن فإنه بعد بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم زالت الجاهلية وجاء العلم حين نزل القرآن واستمر محفوظا إلى أن تقوم الساعة فليس لأحد عذر أن يعتذر بالجهل فإن كان يجهل فهو المفرط حيث إنه لم يبحث عن الحق ولم يبحث عن ما جاء به هذا الرسول ولم يبحث عن ما في هذا القرآن العظيم من الهداية والطريق المستقيم وفي هذا أيضا رد على من يدعي أن الناس في جاهلية الآن الجاهلية العام مزالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن توجد جاهلية في بعض الأشخاص أو في بعض القبائل أو بعض البلدان جهالة جزئية نعم هذا موجود ولكن التقصير من العباد حيث لم يبحثوا الله جل وعلا قال لرسوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا